أستاذ سهى أنت لقيت إقبال في الممطقة بتاعتك مش نوين بقى تتوسعه بقى في مناطق أخرى بص يا حضرتك إحنا يوم الجمعة دوت كنا بدئين الأول بنجيب بضاعة مثلا بألف جنيه الجمعة اللي فاتت جيبنا بضاعة لواحدها الخضار الفاجهة الواحده بخمسناشر ألف جنيه وخلص في ساعتين زمن وتباع عاجل اللي بحاله وتباع حوالي سبع خرفان بس جايبين الجزارين يعادين معانا هم بيتباحوا الخرفان الخروف اللي يتدبح يخلص يتباحوا غيره ما بيقودش روبي ساعة اه فده كله يعني فرحة السكان ومعانا ناس متطوعة من السكان والمنطقة دي يعني الفكرة دي عجبت الناس كتير فالتحادات الشغالين في المناطق ابن بيتك جربت الفكرة وعملتها وبقى مناطق كتير بتقلدنا وتخفف المعاناة على السكان اه يعني حضريك عارفة ممكن تغلق الأسعار انا الاول بدأتها بيت انا بسهبا مع أسرتي اجيب قفص التماطم اه اجيب شوى كل حاجة بقى من الجملة احطها لهم عالسلم اللي طالعوا اللي نازل يقض فلقيتها نفعي طهو الجيران بدأوا يجيوا استلفوا من عندي اه ما انا كنت لسه بقول في الانترو ان انا مولادي مسلا بنجيه قفص تماطم اه بنقسمه علينا بصرف النظر عن غلق الأسعار الحكاية دي كنا بنعملها قبل ما الأسعار تغلى على الأساس ان احنا نخزن التماطم من عصران ونخطف الفريزر وكده ممكن سكان العمراء واحدة يتشاركوا ويعملوا نفس التكال ويجيب برضو قفص تماطم وشواء البطاطس وقفص خيار من كل حاجة نوع مرة واحدة في الأسبوع وميزان معاهم صحيح يقسموا بالتكلفة هيقع على الأسعار رخيصة جدا عليهم لا ده فرق جامل وحاجة طازة هل تكويت من الأسعار؟ طيب قولي لي يعني مثلا قفص أي حاجة يعني خيار مثلا بيبقى القفص فيه كم كيلو تعريبا؟ قفص التماطم فيه مثلا 23 كيلو بتبقى الكيلو بجنيه بالخمسة جنيه دي احنا بنتحملها المهم بس الناس تبقى مبسوطة هو 23 كيلو بيبقى 23 كيلو بجنيه بيبقى 23 كيلو بجنيه فدوت وبعدين بيبقى الطماطم أجود أنواع الطماطم طيب قلتي بتتحملي لي يعني؟ حاجة بسيطة المهم الناس تبقى مبسوطة أنا عايزة حسيسهم أن التجار دي جاشع جدا يعني اللين ليه أن نروح نشتري بالغالي مدام عندنا هو ممكن نعمل كده يا شوفي قلتي بتتحملي حاجة بسيطة صحيح؟ آه والنقلي كمان لكن بتشيلي عناء من على ناس كتير ما هو ده بقى الفنان الحقيقي يعنيات اللي بيعمل ده عشان يسعد الناس وفرحيتي بقى والناس بتاخد الحاجة وتفرج على اليوم بفرحيتي